جابتنا علاء المشاركة الاندية المصرية في البطولات الافريقية بدايتها مش حلوة سواء الاهلي او الزمالك او حتى بيراميد زوفيوتشار فيه الكونفيدرالية شايف ان الامور هتتحسن المباريات اللي جاية ولا شايف ان الامور الشكلها مش رايحة تسيكي كويس لو جينا اتكلمنا عن الزمالك شريب كده برجع لي السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت نادي الزمالك او المبارياتين تعادل في ملعبه برا ملعبه وجات الضربة كبيرة مطش الوداد المغربي في المغرب وهنا نا مالك خسر فخلص الدور الاولاني ومطش من دور التاني باتنين بونط دي فرقة معه جدا جدا النادي الاهلي بدايته في الهلال كانت النتيجة سلبية عنده مبارياتين اللي هما سنداونز هنا وهناك مهمين جدا 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 للنادي الاهلي لان اه لو لقدر الله حصل حاجة هيبقى الموقف صعب هنعيد الموقف الزمالك تمام فاعتقد ان اللي عايز يوصل يكسب جميع المباريات اللي على ملعبه مهما ملهاش مفر ويلطش له مطش او تعادل مطش برضه زمالك محتاج يكسب مطش التراجي اللي جاي في تونس ده لازم ده لازم زمالك لعب مطشين غلب مطش واتعادل مطش طيب احنا منتكلم التراجي هو اقوى فريق في المجموعة حتى على مستوى النتائج لاتي هو كسبان مطشين ست نقط وبتلعبه في تونس في رادس لو انت بقى مدرب احسن احوالك ووفق احسن احواله تتعامل مع المباراة دي ازاي تكتكية تدافع تهاجم مباراة تكتكية لا طبعا يعني بص اصلاح حتى تتدافع دلوقتي وتهاجم دي كانت بقت حاجة قديمة لكن انا النهاردة يبقى الهدف الرئيس الاول انا مهجيش في اجون وعندي امكانيات وعندي القدرة انا اقدر العب على مرتدة او على ان انا ازاي اتحاول من ناحة الدفاعية و ناحة الهجومية في اسرع وقت واروح اجيبجون او اعمل هاجم خطرة وارتد سريع هي محتاجة مجهود عالي ازاي لنا افقد الكرة وارتد سريع وانا انا اتحاول من ناحة الدفاعية الهجومية في اسرع وقت سرعة تمرير سرعة الامتلقات دقة التمرير لما كانوا فائقين صح واخبالك فهو ده يعني ما دارش تقول لما هقدر انه هنزل ادافع مش هزا مالك الانزل يدافع عشان لأ لازم بقى فيه بس اه التاكتك واللعيبة لازم بتحفظ قوي 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 هي هتعمل ايه وتنفذ لانك انت ممكن كمدير فني على الصبورة يحفظ جدا يحفظ وهنعمل ونسوي وكسبك اربعة صفر وانت قاعد وتنزل تلاقي ولا لعيب عمل اللي انت بتقول عليه لعيب واحد بس اثر ممكن يفريق معاك فهو طبعا الماضش صعب جدا وممكن نسهله على نفسينا اللي احنا ننفذ ما يقال في ان تشكيلك مهم جدا اه اداء لعيبتك مهم جدا قرية الخصم اصلا مفيش خصم عندك الحداشر لعيب اكيد فيه في مفاتيح فوز ليهم وخطر ليهم صعب وفيه اكيد صغرات لازم بتستغلها صعب ايه دي بقى عايزة واحد قاعد اربعة عشرين ساعة بتفعل هما بيكسبوا ليه صعب بيكسبوا ازاي طب طب الحتة دي الفرق التانية وصلت منها طب ما معملش انا كده ليه من خلال بقى خرورتك تشوف ايه الصغرات تشتغل عليها